فرقة الدرك الوطني بديدوش مراد في ولاية قسنطينة في توقيف سبعة أشخاص تتربح عمرهم بين الأربع والعشرين إلى تسعة وثلاثين سنة قاموا باختطاف شاب يبلغ من العمر عشرين سنة وقاموا باقتياده إلى بلدية دديدوش مراد وحجزه بإحدى الورشات ليقوم بتعنيفه ورميه داخل بلوعة للصرف الصحي مايكروفون شمس بدين تام توقيف عصابة إجرامية تتكون من سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين أربع وعشرين وثلاثين سنة قاموا باختطاف شاب يبلغ من العمر عشرين سنة من أحد المدن الجنوبية لمدينة قسنطينة وقاموا باقتياده إلى مدينة دديدوش مراد باستعمال مركبة كما قاموا بحجزه بإحدى ورشات البناء داخل بالوعة للصرف الصحي وذلك لمدة تسع ساعات العثور على الضحية داخل بالوعة مغلقة بإحكام وهو في حالة صحية ونفسية متدهورة ينزف دما من جميع أنحاء جسمه ترجمة نانسي قنقر